السلام عليكم عزيزات التلميذات أعزائي التلاميذ وسعيدة بلقياكم من جديد بهذه الحصة من مكون الإملاء حرف ألوا والياء قبل أن نبدأ حصتنا قد الألواح ودفتر المنزل هيا أعزائي هل أنتم مساعدون؟ أولا سأقرأ لكم هذه الجملة المتضمنة لحرفي الوا والياء يسقي وليد ورودا يابسة أعيد أحبائي قراءة هذه الجملة بصوت جهري والآن خذوا الألواح وتدربوا على كتابة الجملة كلمة هيا يا أبطال لنبدأ بالكلمة الأولى يسقي يسقي تدربوا على كتابة هذه الكلمة على ألواحكم هيا أحسنتم والآن سننتقل إلى الكلمة الثانية وليد وليد أيضا تدربوا على كتابة هذه الكلمة أظن أنكم أنهيتم كتابتها ليس كذلك إذن نمر الآن إلى الكلمة الثالثة ورودا ورودا تدربوا أعزائي على كتابة هذه الكلمة هيا أحبائي تدربوا على كتابتها والآن سننتقل إلى الكلمة الأخيرة يابسة يابسة أيضا أحبائي تدربوا على كتابة هذه الكلمة على ألواحكم هيا يا أبطال أحسنتم إذن أحبائي بعد أن تدربتم على كتابة هذه الجملة على الألواح سنمر إلى مرحلة الإنجاز نذكر المنزل وأكتب التاريخ تاريخ اليوم هو الثلاثة الخمسة شهر ماي سنة 2020 ميلادية حصة حصة الإملاء حرف الواو والياء إذن هيا أكتبوا التاريخ أحبائي والآن يسقي 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 وليد وليد ورودا ورودا يابسة وعيد الجملة من أول يسقي وليد ورودا يابسة والآن سنمر إلى عملية التصحيح إذن قارنوا أحبائي ما كتبتموه بالجملة التي ستظهر أمامكم من جديد وصححوا أخطاءكم بقلم أخضر وفي الأخير لا تنسوا أعزائي أن تتمرنوا على كتابة كلمات أخرى تتضمن حرف الواو والياء إلى هنا انتهت حصتنا لهذا اليوم دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر